السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة القيروان النموذجية ترحب بكم في مادة اللغة العربية للصف السابع في الوحدة الرابعة نستكمل إن شاء الله اليوم قاعدة جميلة وسهلة هي مكملة من قاعدة السابقة أخذنا سابقا هي أنواع من أنواع المعرفة الضمير اليوم ناخذ نوع جديد وهو اسم الإشارة قاعدة جدا سهلة وحلوة لذيذة وخفيفة ولطيفة بتمنى تركز معي فيها مشان تفهمها هي حفظ هاي القواعد حفظ احفظ هاي الأنبعات ذكية أمورك تمام اسم الإشارة اسم معرف يشير إلى شخص أو شيء معين معروف عنه أخذنا اسم الإشارة زمان هو اسم معرف يشير إلى شخص أو شيء معين وأسماء الإشارة هي هذا المفرد المذكر القريب مثال المغرور مثل هذا الطائر في السماء تمام ذلك نوع الثاني ذلك أخذنا هذا اليوم هلا نأخذ ذلك المفرد المذكر للبعيد يعني هذا للقريب ذلك للبعيد مثال ذلك البستان تفوح منه رائحة البرتقال ممتاز نأتي إلى ثلاث هذه هي المفرد المؤنث للقريب نفرد مؤنث للقريب مثال قل هذه سبيل أدعو إلى الله تلك المفرد مؤنث البعيد مثال تلك الإبتسامة تفتح لك القلب واضحة واضحة أخذناهم زمان هذان أو هذين المثنى المذكر هذان في حالة الرفع هذان وهذين مثنى المذكر طبعا بدوله على المثنى المذكر هذان في حالة الرفع هذين في حالة النصب والجل مثال هذان الكتابان مفيدان لك هذان وهذين المثنى والمؤنث هذان في حالة الرفع وهذين في حالة النصب والجل مثال هذان الطالبتان مجتهدتان نأتي إلى هؤلاء الجمع المذكر والمؤنث للقريب طبعا هؤلاء للقريب مثال هؤلاء طلاب متابرون أولئك لجمع المذكر والمؤنث أيضا الجمع المذكر والمؤنث البعيد مثال أولئك طالبات مشتهدات آتي إلى تنبيه بسيط بشرح لنا هذه القاعدة أسماء إشارة كلها مبنية على ما ينتهي بآخره يعني حسب موقعها في الجملة وتعرب مبنية في محر رفع أو نصب أو جر ما عادة هذان وهاتان فإنهما يعربان إعراب المثنى ويرفع بالألف وينصب ويجر بالياء إذن هذان وهتان بعربوا دائما متنى أما الباقي حسب وقوحها في الجملة عندك فائدة للقراءة وغير مطلوبة طبعا في المادة إنه أصل أسماء الإشارة هذا ذا وهذه ذه هذان ذاني هتان تاني هؤلاء أولئي والهاء هي هاء التنبيه مبنية على الفتح لا محلة لها من الإعراب فهذه فائدة بس عشان معلومة يعني معلومة بسيطة أما أسماء المشار للبعيد تمام ذلك ذا تلك تي أولئك أولاء فاللام في ذلك تلك هي لام البعد لا محلة من الإعراب والكاف في كاف الخطاب ممنية على الفتح لا محلة لها من الإعراب هذه فوائد غير مطلوبة هي بس لفائدة فائدة معلومة بسيطة فوائدة عرابية أيضا تعرف أسماء الإشارة حسب موقعه في الجملة تمام لمعرفة ذلك فإننا نحدفها من الجملة ونرى إعراب الذي يليها فيكون ذلك هو إعرابها أما الذي يليها في إعرابه بدل دائما بعد اسم الإشارة بيجي بدل تمام أمثل إعرابية هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق احدف هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق هذا اسم إشارة مبنية على السكم في محلة رفع مبتدأ حيث عند حذفه يكون إعرابه كتاب هو المبتدأ صح هلأ مجرد ما حدفنا هذا خلينا كتابنا ينطق عليكم بالحق كتابنا أصبحت مبتدأ جملة صحيحة هذا وجوده وعدم واحد تمام لكن عنده إضافة الاسم الإشارة تمام بصير اسم الإشارة هو المبتدأ و اسم إشارة مبنية على السكون في محلة رفع مبتدأ تمام وما بعده لهو كتابنا تيجي بدل مرفوع مثال رأيت هاتين الفتاتين احدف هاتين نيجي جملة رأيت الفتاتين رأى فعل ماضي التى ضمير المتصل مبني في محلة رفع فاعل الفتاتين مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة جملة كاملة هاي سوخلنا رجعنا هاتين رأيت هاتين الفتاتين رأيت زي ما حكينا فعل تى فاعل هاتين مفعول به منصوب علامة نصبه اليا لأنه ملحق بالمثنى ولو حذفناها طبعا زي ما حكينا أنه هو فنعراب الفتاتين مفعول به هل عنده إضافة اسم إشارة حكينا أنه بيكون اسم إشارة هو مفعول به منصوب علامة نصبه اليا لأنه ملحق بالمثنى والفتاتين بدل منصوب باليا لأنه متنى تمام قاعدة سهلة بسيطة انتهت يعني هاي هم إشي فوائد ونقليهم أحفظه الأسماء الإشارة وبس ماعناش إشي تاني تمام نيجي للتدريبات ضع كلمة هذه في جملة هذه موظفة أمينة عملها أمينة على عملها تمام أسماء الإشارات هاتان هذان أولئك ذلك وغير ما يلزم بدنا ننضيف هادول أسماء الإشارة إلى هذه الجملة نغير ما يلزم هاتان موظفتان أمينتان في عملهما أولئك إحنا هي بالأصل هذه موظفة أمينة في عملها تمام بتنضيف لها ونحط مكان هذه هاتان بتصير هاتان موظفة بتصير موظفتان أمينة بتصير أمينتان في عملها عملهما عملها بتصير عملهما طيب هاذان هاذان موظفان أمينان في عملهما أولئك موظفون أمناء في عملهم أولئك موظفات أمينات في عملهما لاحظ أن التغير بصير على جميع الجملة نأتي إلى ذلك ذلك موظف أمين في عمله هكذا نكون قد أنهينا السؤال الأول نأتي إلى السؤال الثاني حول ما تحته خط فيما يأتي من صيغة المذكر إلى صيغة المؤنث وغير ما يلزم عنا صيغة المذكر ننغيره إلى صيغة المؤنث ننغير ما يلزم عنا الثرع الأول كرمت 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 للمدرسة هذا الطالب على جهوده في حفظ النظام ممتاز بصير كرمت للمدرسة هذه الطالبة على جهودها في حفظ النظام اثنين أعجبني أسلوب هذين الصحفيين حين حرر الخبر ممتاز جدا بتصير أعجبني أسلوب هذين الصحفيتين حين حررت الخبر ثلاث قال الطبيب المناوب استدعي هؤلاء المسعفين إلى غرفة الطوارئ ممتاز تصبح قال الطبيب المناوب استدعي هؤلاء المسعفات إلى غرفة الطوارئ ممتاز جدا نأتي إلى السؤال الثالث املأ الفراغ باسم مناسب في كل جملة ثم من الجمال الآتية واحد تلك فراغ كلامها لطيف تلك الفتاة كلامها لطيف أولئك فراغ يشقون الطريقة إلى القرية النائية أولئك العمال ممتاز ذلك فراغ صوته عذبا نحن معرف من الصوت عذب البلبلو ممتاز ذلك البلبلو هؤلاء فراغ يعملن في تطيز الثياب طب هو أنا كيف بدنا نعرف أنه هم مذكر المؤنعات من الوراية عملنا عرفنا إنها مؤنث فإش دا تكون العاملات ممتاز خمسة هاتان فراغ تقدمان اختراعات مفيدة للإنسان نية مين هاتان الباحثتان ممتاز جدا سؤال الرابع وظف الأسماء الآتية في جملة مفيدة من تعبيرك مستخدما إشارة اسم الإشارة المناسب لكلهم منها اللاعبون المدربة المضيفات والطفل طبعا أنا اقترحت جمل من عندي طبعا أنت مش ملزم فيهم مخير بتحب تكتب جمل تاني ما عندي معنى بتمنى تتنوعوا في الجمل هؤلاء اللاعبون محترفون في رياضات رياضاتهم تلك المدربة منحت الحضورة معلومات مفيدة هؤلاء المضيفات ماهرات في الضيافة ذلك الطفل كثير الحركة وذكيا 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 عليها كيف بتكون بس وإنه المعرفة أسمى إشارة هي بتكون عبارة عن معرفة مثل الضمائر ويعطيكم ألف عافية